بسم الله الرحمن الرحيم أخي المزارع نتحدث اليوم عن مرض الزبول الفيوزارمي في البطيخ تبدو أعراض إصابة على أوراق النباتات الكبيرة حيث تبدأ بالذبول تدريجية من أسفل إلى أعلى النبات على مدى عدة أيام تجف حوافها ثم يموت النبات تماما وقد تبدأ الأعراض على أحد الفروع ولكن سرعان ما يذبل النبات كله وللوقاية من هذا المرض يجب اتباع الإجراءات التالية أولا التخلص من مخلفات المحصول السابق بالحرق تماما أو بالحراث العميقة ثانيا استعمال بذور ملثوق بها كما يجب زراعة الأصناف المقاومة ثالثا تخزين البذور في مكان بارد ذو رطوبة منخفضة لضمان حيوية وقوة البذور ويجب أن تكون هذه البذور معاملة بالمبيدات أو ما يعرف بكاسيات البذور أو المغلف بعجاء الكائنات الحية الدقيقة المضادة للفطريات الممرضة للنباتات رابعا تطهير التقاوي بأحد المطهيرات الفطري المناسبة خامسا اتباع دورة زراعية طويلة قدر الإمكان من أربع إلى خمس سنوات سادسا تعقيم مراقد البذور واستخدام بيئات معقمة يعتبر عاملا هاما جدا في إنتاج التلات سليمة سابعا الاهتمام بالتسميد البوتاسي ثامنا مقاومة النيماتودة في الأراضي الخفيفة تاسعا تنظيم الري وتحسين الصرف عاشرا يجب الوقوف الدوري على حالة النباتات وخاصة في المراحل الأولى من عمر النبات وعند ظهور أعراض المرض يجب رشة تربة بجوار الجذور في بؤر الإصابة بأحد محاليل المبيدات الفطرية المتخصصة والموصى بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر